يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية كيف حالك عزيزي الوان بيسي كيف حالك يلي كيف حالك يكل شخص قناعتني اني اتابع وان بيس والله يا جماعة اقولها بكل صدق وبكل امانة احترامي لهذا العمل وجمهور كل ماله يزيد ويكبر يا اخي عمل ضخم يا اخي عمل عظيم عمل يجبرك انك تدق تحية لكاتب المجنون والمختل هذا اوده حقيقة يا جماعة انا بقدر ما استمتع يعني بمشاهدة حلقات وان بيس انا كمان والله استمتع جدا في تصوير هذا الانطباعات ونفسي نفسي والله نفسي اني بعد كل ارك اصور انطباع علشان اعطي كل ارك حقه ولكن في فيديو اليوم يا جماعة راح احاول اني اعطي لكل شي مهم تابعناه من بعد الحلقة 316 والى نهاية ارك المارين فورد حقه قدر الامكان او على الاقل الاشياء اللي فعلا كانت مهمة بالنسبة لي من بعد الوتر سبن وفي حال انك ما شفت الانطباعات الماضية راح تلاقي مجموعة فيديوهات او فيديوين بالتحديد نزلتهم في قناتي في الفترة السابقة الافضل انك تروح تتابعهم وبعدين تجي تتابع هذا الفيديو علشان تكون فاهم مجرى الاحداث او على الاقل فاهم مجرى الاشياء او طريقتي في الانطباعات وتكون فاهم الاشياء اللي ممكن اقولها اليوم ولا اشياء اللي شذكرت سابقة ولان فيديو اليوم غالبا راح يكون فيديو طويل او اطول من الفيديوهات السابقة باختصر المقدمة وخليها قصيرة قدر الامكان اشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك وضغط على زر اللايك لانه اكثر شي ممكن تدعم فيها القناة لو اعجبك الفيديو طبعا تعال تابعنا على القناة الالعاب والميمز ومواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف غير كذا خلينا نخوش على الفيديو قبل ما نتكلم عن اي ارك يا جماعة اول حاجة اودا انسان جدا 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 مثقف واقدر اجزم انه قرأ من الكتب الكثير والكثير والاشياء هذه تقدر تعرفها من خلال كتابته واي عمل ناجح في العادة غالبا يكون وراءه كاتب مثقف ومطلع وقارئ وبشكل عام اي عمل تتابعه تقدر من خلاله انك تعرف عقلية الكاتب وطريقة تفكيره لانه من خلال القصة والاحداث والحوارات والشخصيات الكاتب ترى حرفيا جالس يمرر لك افكار والاشياء اللي هو مؤمن فيها او الاشياء اللي لامسته بشكل مباشر او غير مباشر وحتى ان كانت اشياء تاريخية واندفنت منذ مئات السنين وبعض الافكار يا جماعة اللي طرحها اودا في وان بيس كانت فلسفية وسياسية واجتماعية وتاريخية وتراثية برضو وممكن تستغرب لو اقولك ان بعض الافكار كانت برضو رومانسية ووجدانية بشكل جدا غريب اودا يا جماعة لاحظت انه في كتابته كان دائما ما يسخر او يشير الى امور كثيرة في هذه الحياة ولعل اشهر الاشياء اللي سخر منها اودا بشكل واضح وصريح هي العدالة ومفهوم العدالة جاب لك حكومة العالم والبحرية وطريقة حكمهم للعالم وتكتمهم الشديد جدا على اسرار العالم والتاريخ وكرههم الشديد للقراصنة الطيبين منهم والاشرار كذلك ومحاولة حكومة العالم البائسة في اغلاق افواه واعين وصم وفقع اذان وقتل كل شخص ممكن يكشف اسراره وبالرغم من انه شعار البحرية العدالة او عدالة الا انه الواقع مختلف تماما اودا يا جماعة للأسف اقتبس ابشع واسوأ مفهوم للعدالة من المنهج اليوناني الصفوسطائي كلمة صعبة ها صفوسطائي غيريني شد ونقولها فلاسفة اليونان يا جماعة او الصفوسطائيين بالتحديد كان لهم نظرة جدا جدا سوداوية وتعيسة للحياة البعض يشوف انها واقعية والبعض يقول انها كلام فاضي وانت براحتك يعني تتفق معها وتختلف الموضوع راجع لك ولكن فلاسفة اليونان او الصفوسطائيين عرفوا العدالة باكثر من شكل واكثر من طريقة واغلبها سوداوية وتعيسة للأسف بعضهم قال العدالة هي تحقيق مصالح وغايات الطرف الاقوى بعض فلاسفة اليونان قالوا الكلام هذا الاصل في العدالة هو الظلم والجور والظالم دائما راح يكون هو الاقوى لانه ما تحكم اي مبادئ واضحة واخلاقيات فالظالم البحرية حكومة العالم مستعدين يسوون اي شيء علشان يحافظون على استقرارهم ومكانتهم في العالم فاهم يا محمد اودن فاهم يا عدالة بس تطبيق البحرية وحكومة العالم للعدالة له وجهين وجه يقنعون فيها السكان انهم هم الصح وهم الاخيار واحنا عدالة وكذا وان القراصنة هم المجرمين والاشرار وجه ثاني يقاتلون فيه اي شخص يعارضهم باسم العدالة حتى لو كان هذا الشخص اكثر انسان طيب في هذه الحياة يعارضهم ينقتل او تتم ملاحقته الى ان يموت عدالة يا ابو يا عدالة ايش بك عدالة على سبيل المثال يعني لو بنضرب مثال عندنا روبين وعلماء جزيرة اهارة اهارة ولا ارهاة اهارة ايه وكلنا فاكرين العدالة اللي تم تطبيقها على هذه الجزيرة المسالمة جزيرة مسالمة جدا اهلها طيبين وعلماءها جدا رائعين ومتطلعين للمستقبل واحدة من ابشع الجرائم وابشع المجازر او مجازر التطهير العرقي اللي تمت في وان بيس كانت مجزرة اهارة وتدمير سفينة اللاجئين لاحقا ويجيك محمد اودين ويقول لك عدالة يا عدالة يا ابو يا ايش بنا حلو 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 يا محمد اودين عدالة عدالة مثال ذاني لمفهوم العدالة عند البحرية علشان توصل لكم صورة العدالة اللي اقتبسها اودا من الثقافة او من الفلاسفة اليونانين او الصفصطائيين عندنا قول دي روجر هو في اعين الحكومة شرير وكيف كيف قرصان قرصان شرير شرير اللي تشوف الادم مات واكتشفوا انه خلف طفل البحرية ايش سووا مباشرة طفل ما قالوا طفل ما له ذنب لو تم تربيته بطريقة كويسة راح يطلع انسان كويس ناخذه ونربيه نعطيه دار ايتام نعطيه ناس كويسين يربوه بشكل كويس قال لك لا نقتل لانه دماء القائد لانه فيه دماء ملك القراصنة تجري فيه البحرية راحت وحركت قوات معينة لمكان معين علشان يقتلون كل مرأة حامل ويقتلون الطفل اللي في بطنها اي مرأة حامل ومشكوك انه اللي في بطنها قد يكون ابن قول دي روجر تموت هي وطفلها عدالة يا ابو يا عدالة ايش بق عدالة عدالة فيه فرق بين العدل والعدالة ابحث عنها ماني فاضح قعد يشرح كل شيء قاعد نمي مهارة البحث عندنا اودا كمان يا جماعة كان يسخر وبشكل واضح وصريح من الاعلام والجهات الاخبارية وتعطشهم الشديد للاخبار وفكرة مين يكون اول جهة او مين اول جهة تجيب الاخبار قبل الثانية وهالجزئية كانت واضحة بشكل جدا علني في ارك المارينفورد و اودا كمان وبسخرية كان يورذينا كيف ان البحرية كان عندهم تكتم اعلامي مرة مرة يفشل البحرية تشغل لك البث شوفوا يا جماعة احنا قاعدين عدالة عدالة هنا قاعدين نطبق العدالة شوفوا القراصن اخترقونا او جوا من وراء الجدار وجوا من تحت البحر ولكن بمجرد ما تصير مصيبة بمجرد ما يصير اي شيء ممكن يطلع فضايحهم ايش كانوا يسووا اقطع قف قفل التلفزيون قفل التلفزيون لاحظ شوف لاحظ شوف عدالة يا ابو يا ايش بك ما فيه عدالة ما فيه عدالة في عالم وان بيس او على الاقل العدالة اللي تتغنى بها البحرية هي كلام فاضي العدالة مجرد رمز وعباءة تتغطى بها البحرية وتدفن فيها مصائبهم وجرائبهم اللي خلفها التاريخ واللي راح تظهر في المستقبل هذا اللي انا قادر افهم وهذا اللي فهمت اودا كمان يا جماعة ناقش العنصرية والتمييز العرقي في هذا الانيمي ومفهوم العرق الاسمى والخرابيط النتنا الثانية وللامانة عالج هذه الجزئية بطريقة اكاد اجزم انها مثالية لما طرح فكرة البرمائيين في ارك ارلونغ في بداية الانيمي وانه البرمائيين يشوفون انفسهم افضل واسمى من باقي البشر من ناحية فكرية ومن ناحية قوة بدنية وتطورية وفي نفس الوقت اودا ربط هذه الجزئية بالماضي اللي عانوا منها البرمائيين وغيرهم من الاعراق وليش ارلونغ كان جدا ظالم وقاسي انا مو جالس ادافع عنه ايه خاسية ادافع عنه ارلونغ واتباعه غلطانين وسياستهم وآلية عملهم جدا ظالمة ولكن ايش اللي خلاهم كذا هنا السؤال ليش ارلونغ واللي معاه كانوا مرة عنصريين تجاه البشر ليش الماضي الاسود والمعاملة الزفت اللي تعاملوها والعبودية والوحشية اللي تعرضو لها بواسطة البشر زمان ويوضح اودا برضو بطريقة صريحة جدا كمان بالرغم من انه التاريخ دفن العنصرية في عالم وانبيس وصارت جزء من الماضي الا انه جرح الماضي والتلوث القديم ما زالت سمومه موجودة ومنتشرة في اماكن معينة ولنا في هانكوك والبرمائيين وحوريات البحر والبشر ضعاف الله في هذاك المكان اللي ايش اسمه سيت اسمه هذاك المكان اللي في فقاعة اللي كانوا يبيعوا في البشر لنا فيها خير ومثال وعلشان اوضح اكثر بالرغم من انه التاريخ دفن العنصرية والطبقية والفوقية الا انه جزء من عالم وانبيس ما زالوا يعاملوا البرمائيين والحوريات وغيرهم من البشر على انهم عبيد والسلع رخيصة وعرق ادنى من العرق البشري اقسم بالله يا جماعة الكلام هذا ما فيه اي مجامل واني اقول بكل امانة كتابة جدا 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 رائعة واقتباسات تاريخية جدا جميلة للتاريخ الاسود بواسطة اودا جنون مجنون مجنون اودا ما هو عاقل ابدا ولو تيجي في الواقع خلونا في الواقع خلونا هنا في اطلعوا من انبيس تعالوا في الواقع عندنا علشان اقول لكم ان اودا مو قاعد يقتبس اشياء كده ما لها وجود لا اشياء لها وجود بالرغم من ان العبودية والعنصرية شي مكروه في الواقع واندفنت منذ مئات السنين برضو الا اننا الى يومنا هذا ما زلنا نسمع مصطلحاتنا وقذرة مثل يا اسود يا ابيض يا احمر يا اصفر يا بفلان يا بعلان يا مدري ايش يا مدري ايش واللي بقدر اقول لكم ان اودا انسان مثقف وقاعد يعرف يوظف التاريخ والثقافة العالمية او الثقافة اللي في واقعنا ويستخدمها داخل الانيبي بطريقة جدا مميزة هذه تقريبا يا جماعة كانت اهم الجزئيات اللي شغل ادماغي في الفترة الماضية وحبيت اعطيها جزء من الفيديو للامانة وكمان لعل الله يهدي بعض البشر مثل محمد اودين والشلة ويفهمون الفرق بين العدل والعدالة طيب خلونا ناخذها ارك ارك من بعد ووتر سيفن اول شي عندنا ارك تريلر بارك تريلر بارك خلاص فهمتوا الفكرة اول ما بدأنا الارك كثير قالوا لي يا وجيه لا لا وقف وقف لا تتابع هذا الارك يا شيخ مرة طويل ومطمطة وفي حشو ومن يعارفيش اروح تابع لك ملخص وغلق الليلة وتعال نكمل مع بعض ولكن يا جماعة انا عند كلمتي ملخصات ما راح اتابع الفيلارات اوكي اسمها فيلارات ما يحتاج انتابعها لانه اودا تقريبا ما لو يج فيها غالبا انا اخترت اني اعيش رحلة وان بيس مثل ما تابعها القدماء احس اني والله قاعد اظلمكم لما اتكلم بصفتي واحد كذا من اللي عاشوا عاصر وان بيس في ناس لهم عشرين سنة في ناس لهم ثلاثين سنة والوجيه جاتوا باردا برد الف ومدري كم حلقة كذا جاي تابعها وارا بعض اغ منك يا وجيه يا محظوظ يا ابني المحظوظة فاللي بقول لكم انا بعيش رحلة الانيمي مثل ما هي وسواء كان في لحظات حشو وتمطيق او ما فيه اوكي انا معاكم ارك ثريلر بارك كان فيه لحظات حشو ومطمطة كثيرة بس خلونا نكون واقعين يا جماعة وش الجديد؟ لا من جد وش الجديد؟ من يوم بدأت اتابع انيمي وان بيس والى اخر ارك كل ارك يجي لابد ما يكون فيه نسبة جيدة من التنطيط والحشو فطبيعي هذا وسلوب اودة عادي وبرضو يا جماعة خلونا ما ننسى انه في نفس الوقت ترى الارك ارك ثريلر بارك كشف لنا اشياء كثيرة وقدم لنا شخصيات جدا جدا رهيبة مثل شخصيات كوما المرعبة واللي احترمه جدا جدا بالرغم من توجهاته الغامضة وكمان قدم لنا شخصية بروك الخرافية واللي عنده واحد من اروع اروع الفلاش باكات على الاطلاق وصدم عيشة اهل اهلي في نفس الوقت تم تقديم شخصية بروك؟ شخصية جميلة لطيفة مضحكة وبعدين ايش سوى اودا؟ وضح لنا الربط والحقيقة الحزينة والمؤثرة للحوت لابون اللي ظهر في بداية الجراند لاين وارتباطه مع طاقم بروك اخ يا صدمة ما بعدها صدمة اخ منك يا اودا يا ظالم اخ منك يا اودا يا ظالم يعني بكيتنا على خشبة وقلت ياله ما رح تتكرر يا وجيه الخشبة برضو لها روح اودا اعطاها روح طبيعي انك تصيح عليها الحين كمان تبكيني على حوت ويلك من الله يا ظالم ويلك من الله نعود وادراجنا ونركز في الموضوع جزئية لابون وطاقم بروك يا جماعة كتابتها رائعة 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 جدا والله اني اواجه صعوبة في وصف روعة هذا الفلاشباك وكمان والله اني اواجه صعوبة في وصف مدى روعة وجمال شخصية بروك بالرغم من انه كله عظام غير النهاية الحزينة والمؤلمة لطاقم بروك تحت معزوفات بنك ساكي إن شاء الله أني قاعد أقول اسمها صح الأغنية الجميلة هذه الكلمات الجميلة اللحنة الجميل ولكنها ارتبطت للأسف بذكرى جدا جدا مؤلمة الآن من يوم أسمع أغنية بروك على طول أرجع وراء عند السفينة والطاقم اللي كانوا يتساقطون واحد واحد هم يغنون يرقصون آه يا عودة يا ظالم آه يا قاسي آخ 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 نرجع لكوما كوما يا جماعة كان وما زال بالنسبة لي اللغز جدا جدا محير من يوم ظهر مثل ومثل شخصية أوكي جي لا والله أنه أشد غموض صراحة كوما يا جماعة كان عنده الفرصة برضو زي أوكي جي إنه يقتل ويمحلو في طاقمه عن بكرة أبيهم وعن هذا العالم ولكنه في مرحلة ما اختار إنه يتركهم صح إنه زورو شال الليلة هذيك اليوم في هذاك الحدث وهذيك اللحظة لزورو أنا خلتني أحترم زورو عشرة أضعاف زيادة وعلشان منزع الفانس سانجي ترى أنا أحب سانجي يا جماعة برضو سانجي وقتها كان مستعد إنه يضحع بنفسه وزاد احترامي وتقديري لشخصية سانجي بقدر احترامي وتقديري لشخصية زورو كلهم الاثنين كانوا مستعدين يموتون كرمال قائدهم لوفي عن أي تفاني نتكلم عن أي ولاء عن أي إخلاص يخرب بيت بليسا كسانجين توزورو بس ترى فعليا خلونا نرجع مرة ثانية بس ترى فعليا كوما يا جماعة أعطاهم فرصة ليش أعطاهم فرصة؟ إيش هي أهدافه؟ الله أعلم فلكن أنا ما زلت مؤمن إن كوما لما أرسل لوفي وطاقمه بالكف هذاك وخلاهم يتوزعوا في جزر مختلفة أنا مؤمن إنه أرسلهم لذيك الجزر بالتحديد أو كل واحد منهم لهذه الجزيرة اللي راح لها لسبب معين وإن الطريقة أبدا ما كانت عشوائية وعبثية نهائية سواء تم ذكر هذا الشيء في المستقبل أو ما تم ذكره أصلا كوما بنفسه كان يسأل أي شخص قبل ما يرحل هذيك اللي كانت تضحك كذا هيري 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 مدريش اسمها كان يقولها وانت بغي تروحي وعطاها كف وودها المكان اللي طلبته بمعنى إنه عنده القدرة يرسلك للمكان اللي هو يبغاه أو المكان اللي انت تختاره فخلاصة الموضوع جماعة كوما للأمانة شخصية رائعة كتابيا ومرعبة تصميما ومظهرا وقوة وراح يظل أحد الأسئلة الجديدة في حياتي اللي بقعد أفكر فيها إلين ألقالها جواب أو الأنمي يعطيني جواب فيها طيب خلونا ننتقل لجزئية تطور الشخصيات عبر الحلقات أو عبر تقدمي في الأنمي أول حاجة تطور الشخصيات من الناحية النفسية قاعد يصير معانا بشكل واضح وصريح كل معركة يطلعوا منها بدرس ما فيها كلام وكمان جالسين يتطوروا من ناحية القوة البدنية وطريقة تفاعلهم مع القواء اللي يملكونها زي لوفي قاعد يطور استخدام الفاكهة الشيطان وزي زورو قاعد يطور نفسه في استخدام السيوف وسانجي قاعد يفاجئنا كل مرة بحركة جديدة فتطور قوة الشخصيات ونفسيتهم أمر حتمي وقاعدين نشوف ولكن خلونا نلتفت لجزئية لوفي والهاكي الملكي واللي هي من أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام هالفترة بالنسبة لي واللي إلى الآن برضو ما زالت سؤال محير وعلامة استفهام كبيرة في وقراسي أوكي علامة الاستفهام هذه بدأت تتلاشى شيئا فشيئا بس برضو ما زال في علامة استفهام وإيش قصة أم الهاكي هذا يعني شفنا الهاكي في أسهم الأمازونيات بعدين شفنا الهاكي كطاقة تخرج من لوفي كيف؟ بعدين شفنا الهاكي يتوجه ريلي ريلي أكسد ريلي فاكرين ريلي ريلي رائع ريلي رائع بالرغم من أنه ظهوره كذا بسيط بس شخصية فعلا كذا فرضت احترامها مع أني فهمته غلط في البداية بواسطة المترجمين الله يسامحهم ريلي هي شخصية جدا رهيبة عمم كل اللي بقدر أقوله لكم الله يسامحك يا عودة أقسم بالله يا جماعة أني صرت قبل ما أنام أقعد أفكر تعرفون لما يقول لك أسئلة حياة كل إنسان في هذه القرى الأرضية عنده أسئلة حياة كذا تظل ترافقه إلى أن يموت يجاوب على بعضها وبعضها ما يجاوبها وبعضها يسحب عليها الأسئلة هذه تتغير عند البشر بين فترة وفترة على حسب العمر وعلى حسب الإنجازات اللي قدمها كل إنسان للنفس البعض سؤال حياته كيف يصير ثري والبعض الآخر سؤال حياته كيف يتزوج والبعض الآخر سؤال حياته فلسفي ووجودي بحت أنا شخصيا كان عندي أسئلة كثير فوقراسي من يوم جيت على هذه الحياة وأنا قاعد أجاوب على أسئلة حياتي جاوبت اللي جاوبت منها واللي ما لقيت لها جاوب اخترت لها إجابة كذا مقنعة من كيسي علشان أقدر أمشي في هذه الحياة ولكن أعترف لكم مؤخرا انضافت كذا مجموعة أسئلة كثيرة لأسئلة حياتي وكلها من وان بيس يمينا بالله قبل ما أنام مخي كذا ما أصدق على الله أنام هل الهاكي شي غريزي ولا مكتسب أو هل ممكن يكون مكتسب عند البعض وممكن يكون غريزي عند البعض الآخر طيب لوفي قالوا انه تولد والهاكي موجود عنده طيب زورو في مشهد له كذا كأنه كأنه استخدم حاجة أشبه بالهاكي زورو سوى حركة كذا أشبه بالهاكي أو على قل التأثير اللي يظهر من الهاكي ما طلع سيف ولا شيء وخافوا منه فجأة كذا ما أدري يخافوا منه لأنه زورو عرفوا أنه زورو ولا لا أستخدم حاجة شبيه بالهاكي طيب سانجي ويش قصة أم رجله الحمرضي واللي تصير نر يرحمه أسئلة كثيرة يا عيال تدور فوق راسي بسبب أن بي أبغى عيش في السلام أبغى أرجع للحالة الذهنية المستقرة اللي كنت فيها زمان إيش هذا؟ عوذ بالله من الصداع طيب تشبر لما قالوا أنه في شيطان داخله وأنه راح يقدر يسيطر عليه أو أنه لسه ما سيطر عليه هل معناته أنه راح يسيطر عليه في المستقبل طيب إيش قصة أم اللحية السوداء وكيف قدر يسرق قدرة اللحية البيضاء طيب شانكس شانكس ليش لما جاء البحرية خضعوا قدامه ورفضوا قتاله ولا شانكس عنده سر باقي ما اكتشفته أكيد يا وجيه أنه شانكس واضح كذا إنها شخصية عندها ألف سر وسر من أول ظهور له إلا بقول لكم يا جماع أنه فيك مئة أسئلة كثيرة تدور فوق راسي وترافقني في نومي واستيقاضي وأنا أتروش وأنا أسوق وأنا أكلم كلها عن ونبيس أنا ما أبغى أدعي على أودا ما أبغى أشتمه بس كل اللي بقدر أقول له الله يساهم حق بعد كذا عندنا أمازون ليلي أو أرك أمازون ليلي أو جزيرة الأمازونيات كل العلمكم برضو ترى في أسطورة موجودة يعني وتداولها الكثير من الناس والكتاب إنه في جزيرة أمازونية يعيش فيها النساء فقط ولا شيء سوى النساء عموما يا جماعة أرك أمازون ليلي للأمانة من أكثر الأركات اللي كانت مشاهدة جدا جدا صعبة وغير مريحة بالنسبة لي أوكي إني أشوفه الحالي أمر طبيعي عادي سهل بس إني أتابع الأرك كله خشلعة كله نسوان لابسين من غير هدوم تقريبا وفي البث حوالي 2000 أو 3000 شخص أحى والله صعبة تحس أنك متخشلع تحس أنك كده قاعد تمشي في الشارع وانت لابس بوكسر شعور غير مريح أبدا أسستيل أرك أمازون ليلي كان مهم جدا وكشف أسرار ومعلومات كثيرة منها أول استخدام للهاكي الملكي بواسطة لوفي ومنها كمان آلية عمل الشبوكاي مع الحكومة ومنها كمان الماضي الأسود والعنصري لحكومة العالم اللي تعرضت له هانكوك وأخواتها والبرمائين والحوريات وغيرها وكيف كانوا يستعبدون الناس ويبيعوهم وما إلى ذلك لا وكمان يحطون عليهم وشم علشان حتى لو فقعت الناس يعرفون أنك عبت أو كنت مستعبد عداء عدالة يا بو يا إيش بك عدالة يا وجيه عموما يا جماعة أنا ما راح أسولف كثير في جزئية هانكوك ووقوعها الغريب في حبلوفي كل شيء توقعت في هذاك الأرق شيء واللي صار شيء ثاني في البداية أودا كذا قدمنا لشخصية هانكوك على إنها أنثة طاغية ومشريرة وتسوي مشاكل ومتمردة وفجأة كذا قلب أم 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 الطاولة علي وخلاني أحبها وأحترمها أودا يا وجيه إيش متوقع من أودا يعني إيش متوقع إنه أوه لوفي يمسك يدها وتقول له أوه وقعت في حبك من أول لمسة لا يجيبها بطريقة ثانية بطريقة كذا تلحس مخك بعد كذا يا جماعة رحنا على الامبل داون من أكثر الرحلات الغريبة والمضحكة في هذا الأنيمي كانت رحلتي في الامبل داون رحلة كوميدية وغريبة ولكنها في نفس الوقت كانت جدا مؤثرة وشاعرية وأتكلم بالتحديد عن جزئية لوفي ومستر تو بالتحديد تعاون اللي صار بينهم رائع رائع جدا جدا ويثلج الصدر أنا من بعد هذا الأرق صرت أحترم مستر تو عشرة أضعاف والله أنا ما أعرف كيف نسيت فزعته لطاقم قبعة القش بعد أرق ربستها كيف نسيت كيف نسيت فزعته كانت رهيبة ولكن بعد ما افتكرت للأمانة أضفتها لكمية الاحترام اللي احترمتها لمستر تو بعد الامبل داون عموما يا جماعة وبالرغم من أنه شخصية إيفانكوف من أغرب الشخصيات اللي تم تقديمها في عالم أو في أرك الامبل داون واللي قدمها أودا بأغرب قالب وأغرب طريقة كتابه إلا أنه برضو احترمت إيفانكوف مع أنه وجهه وجهه يقول لك لا تحترمني ملابسه تقول لك لا تحترمني تعاملوا مع المتمردين يقول لك أبدا لا تحترمني هو بنفسه يقول لك لا تحترمني بس استيل وقفته مع لوفي وكونوا أحد قادة الجيش الثوري مع دراغون هذه الحالة خلتني أثني عليه وأثني على تفانيه وجهوده مع لوفي وما راح أنساهله أبدا كيف ما كان شكله وكيف ما كان لونه وكيف ما كانت ملابسه وكيف ما كانت غرابته وبشكل عام يا جماعة توجه الشخصيات في أنيمي وانبيس ما هو شي قابل للتأكد كذا من نظرة أو من أول ظهور ما هو شي سهل تحكم عليه ببساطة كي إذا تظهر لك شخصية أول ظهور لها وأول انطباع لها يقول لك دي الشخصية زق ومعفبنة وشريرة ولا تحترمها وإكرهها وبعد مية حلقة تظهر لهذه الشخصية بأهداف وتطلعات مختلفة وتخليك يمكن تحترمها أو على أقل يعني ايش تخفف من حدة كرهك لها وللأمانة هذه برضو واحدة من أكثر الأشياء المميزة في يون بيس يعني مثل شخصية كروكودايل كلنا كنا نكره ونسب ونشتم فيه في آر كربستا بس بعد المارين فورد والله تحترموا أنقذ إيس إيس كان حيموت قال لك كذا قالها بصريحة العبارة لن أدع البحرية ينتصرون أو يظنون أنهم انتصروا وكمان شخصية هانكوك ظهرت في البداية بشكل وبعدين صارت شكل ثاني وشخصية إيفانكوف وغيرهم من الشخصيات تظهرون بشكل وبعد فترة إيش تتغير نظرتك لهم أو على الأقل تتغير نظراتي أنا لهم المارين فورد أوه ده أوه ده أوه ده مختل حتى الفورد اللي الناس تخاف منه لما يشوفه في الشارع راحوا حط يسموه ضمن أتعس أرق في ون بيس إلى الآن آه يا المارين فورد أنا والله يا جماعة أعتقد هذا واحد من أكثر الأركات في عالم الأنمي أو المسلسلات أو الأفلام أو غيرها اللي يقدر يلعب في نفسية لعب ما بعده لعب والله أعلم أنه بعض الفريمات في هذا الأرك بالتحديد أرك المارين فورد راح تظل راسخة فيه ذهني يمكن إلينا موت أوه ده كفر أوه ده كفر في هذا الأرك سلطا خرج أم القلم كذا وبدأ يكتب بكل وحشية وقسوة خلني ساكت خلوني ساكت يا جماعة خلوني ساكت لا أفصل عليه ما أبغى زعلكم يا جماعة ما أبغى زعلكم ما أبغى زعلكم أحب أوه ده والله أني أحبه أحترمه بس أبغى وكذا فيه لحظات أبغى أشتمه أبغى أقل أدب عليه عموما نرجع لموضوع المارين فورد أتكلم عن إيش ولا إيش بالله أتكلم عن إيش ولا إيش أتكلم عن عظمة دخول اللحية البيضة أتكلم عن حبه واحترامه لطاقمه ومعاملته لهم على أنهم أبناؤه ولا أتكلم عن ماضيه الجميل والمؤثر وأهدافه النبيلة وقصته مع جولد روجر جولد دي روجر يا وجيه لو سمحت ولا أتكلم عن إنه اللحية البيضة حرك جيش كامل وقراصنة وحلفاء بس لعيون إيش وأنا متأكد يقينا إنه اللحية البيضة كان راح يسوي ويخطو نفس الخطوة لو إنه أي أحد من طاقمه أو على الأقل قادة طاقمه اتعرض لنفس اللي اتعرض له إيش اللحية البيضة يا جماعة شخصية عظيمة 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 يا أخي هيبة وحضورا مبادئا وقوة قودة للأمانة توفق في كتابة اللحية البيضة وكمان توفق في تصميم الشخصية وشكلها وبغض النظر عن كون القراصنة شخصيات صعبة الحكم عليهم وصعب جدا إنك تحكم عليهم بشكل واضح ودقيق وهل هم طيبين ولا هل هم أشرار إلا إني يا جماعة أنا أحترم أي شخصية كانت سواء شريرة ولا طيبة أي شخصية عندها مبادئ ثابتة أحترمها جدا سواء كانوا أشرار ولا أخير زي ما قلت لكم اللحية البيضة يا جماعة شخصية متمسكة بمبادئها جدا جدا شخصية صاحبة مبدأ شخصية رهيبة وظل متمسك بمبادئه حتى وهو على مشارف الموت واحدة من أعظم الشخصيات اللي مستحيل أنساها أبدا شخصية اللحية البيضة عاش ملك ومات ملك وإن كان في البحر يتامى فاللحية البيضاء هو الأب والملاذ والملجأ كيف بس النظرة هناك لك نظرة ثاقبة يا رجل ظهر اللحية البيضة ظهره ظهره ما فيه ولا خدشة ولا ندبة ولا حبة يا رجل أنظف من وجه نامي وأنظف من سيغان هانكو على عكس صدره اللي مليان جروح وندبات وهذا إن دل على الشيء فهو يدل على أنه هذه الشخصية شخصية اللحية البيضة آية من الشجاعة ما يعطي ظهر الأعداء أبدا على طار الندوب اللي موجودة في صدر اللحية البيضة افتكرت زورو لما قال لميهوك زورو قال عبارة جدا 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 جميلة ورنانة قال له الندوب على ظهر السياف عار عليه الله خلع لك يا زورو الله عليك يا أودا واش دقل زورو أودا أودا اللي قاعد يكتب هذا كله هل ممكن يكون اللحية البيضة هو تجسيد للخير؟ حكم إنه يعني اللحية البيضة واللحية السودة تجسيد للشر بحكم إنه اللحية السودة هبلو هبلو بعد كذا يا جماعة خلونا نخش على الأدميرالات الثلاثة قبل ما نتكلم عن الأدميرالات الثلاثة يا جماعة لازم تعرفون أني مؤمن جدا بل متفهم جميع أوجه الصراعات داخل أنيمي وان بيس الأدميرالات الثلاثة سواء حبيتهم أو كرهتهم هم قاعدين يقدمون واجبهم تجاه البحرية وحكومة العالم عدالة يا بويا وحكمي عليهم هو حكم شخصي وينبع من قلبي أكثر من عقلي أنا البحرية وأدميرالاتهم وجنودهم ونوابهم ما يعنوا لي أي شيء أبدا وراح أظل أكرههم وأتمنى لهم الهزيمة في كل ظهور وقد أثني على بعضهم ولكني أكرههم وأتمنى لهم الهزيمة مثل ما قلت لكم في أي ظهور يجي ولكن أكرر علشان ما يصير لبس في الموضوع الموضوع هذا حساس ولازم إيش أتكلم كده فيه بشكل واضح وصريح أنا مؤمن إنه اللي قاعد يسويه الأدميرالات والقادة بشكل عام اللي في البحرية هو مجرد واجب تجاه قادتهم حلو الكلام؟ حلو الكلام أحترم بعضهم؟ ممكن أدعمهم؟ لا حلو؟ حلو أول حاجة أوكي جي أوكي جي يا جماعة في المارين فورد كان له تدخل وتحرك رائع رائع جدا لما اللحية البيضة حرك البحر وأثار التسونامي على طول أوكي جي قام من مكانه وقفز وسوى الآيس إيش يقلع أم الآيس إيش ما أحلاها كل مرة تجي برأسي يخرب بيتها أي أن كان اللي سواه أوكي جي في هذا الأرك أنا ما زلت مؤمن وإن كان فيه بصيص أمل بسيط أوكي جي فيه خير بطريقة ما أو على الأقل فيه نزعة تجاه الخير بطريقة ما وأتكلم عن الخير الحقيقي ما أتكلم عن عدالة عدالة يا بويا أتكلم عن الخير الحقيقي الخير الأخلاقي الخير الإنساني فما أدري أني اكتشف بعدين بعد كذا عندنا كزرو والله أنا حزين أنا حزين جدا أني رح أخصص لكزرو جزء بسيط من هذا الفيديو ما يستاهل كريه أو دا جمع كل صفات الشخصيات المستفزة وحطها فيه بروت تفاني مرعب ومبالغ فيه في أداء واجبه وكمان ملامح وملامح خشبية ما تتحرك آه مستفز مستفز أنا أتمنى أتمنى بس إن كان فيه أمنية قابلة للتحقق أتمنى إنه سانجي في يوم من الأيام يعد الملامح كزرو زي ما عد الملامح هذاكي لناس يسمون اللي كان يشبه سانجي وأخيرا أكاينو وإن كان دعائي لشيء حصل وانكتب وانتهى يا رب في قادم الحلقات أنك تبشرني بمشهد له وهو ينشق شق عدالة عدالة يا أودن عدالة كثير من المتابعين يعتقدون أني إنسان عاطفي وأحب أقول لكم ياب أنا إنسان عاطفي والحمد لله الخير له مساحة جيدة عندي ولكن عندي ثلاثة في هذا الأنيمي مستحيل أسامحهم أبدا 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 مهما تم التبرير لهم في المستقبل ومهما كانت تصرفاتهم في المستقبل اللحية السودة وأكاينو وقارب اللحية السودة ما يحتاج أقول لكم السبب يحتاج ما يحتاج واضح بالرغم يا جماعة من أنه اللحية السودة هو التعريف والتجسيد الحقيقي لكلمة قرصان وللشر نفسه وإن كان عالم أودا قاسي ولعل واحدة من أفضل الطرق للتعايش في عالم أودا أو عالم وان بيس هي إنك تكون قذر ومنحط مثل اللحية السودة إلا أنه يظل اللحية السودة منحط وقذر برضو بالنسبة لها وكان السبب الرئيسي في موت إيس والسبب الرئيسي في نشوب حرب المارين فورد بشكل عام صدقوني اللحية السودة هذا مهما صار في المستقبل رح أظل ألعنه وأبغضه إلى أن أموت نرجع لأكاينه والله يا هذا أكاين شوف أنا سامحت شخصيات كثيرة شخصيات ضعيفة الله هذه لكن والله أكاينه هذا لن ولن أسامحه حتى لو جاء يبكي عند لوفي لن أسامحه والله لو إنه ينبش قبر إيس ويطلع ويرجع للحياة لن أسامحه والله لو إنه مو عاد معتذرا لو إنه عاد يحبي ومعتذرا في نفس الوقت ليش يا وجيه أكاينه عدالة يا بويا إيش بك عدالة من جدك تسألني ليش شوفوا عادي أنا أتفهم أنك تحترم الشخصية أو تحبها وكذا مظهرا وقوة وهيبة بس أنا ما هي هذه طريقة في التفكير أنا العدالة اللي تقدمها البحرية شيء ثاني بالنسبة لي أنا متفهم جدا لللي سواها أكاينه ولكني لا أدعمه أبدا أنا متفهم لتصرفاته النابع من عقلية والأيديولوجيا اللي يتبعها ومتفهم جدا إنه جالس يطبق العدالة الرخيصة والقذرة للبحرية ولكن أكرر للمرة المليون لن ولن أدعم البحرية أبدا ولن أدعم العدالة ومفهوم العدالة اللي جاسين يقدموه نهائيا هذه ما هي طريقة في التفكير أبدا أي شخص يؤمن بالعدالة اللي تتغنى بها البحرية أحب أقولك ترى أنا في الطرف الآخر أنا في الطرف المضاد أما بالنسبة لقارب قارب يا جماعة من أكثر الشخصيات المضطربة للأسف في هذا الأنمي ولا أعرف للأمانة إلى الآن أو إلى حد ما وصلت في الأنمي ما أعرف كيف ماضي بالتفصيل ولكن أنا متأكد إن دماغه مغسول بالعدالة الرخيصة للبحرية وأكرر علشان برضو ما حد يفهمني غلط أنا متفهم إن قارب جالس يقدم واجبه أو جالس يؤدي واجبه ولكني لن أدعمه أبدا بالرغم من إنه في أحد المشاهد في المارين فورد قال كلام فيما معناه يعني أنا ملتزم تجاه واجبي ووظيفتي في البحرية ولكن العائلة أمر مختلف الكلام مو كده بالضبط ولكن فيما معناه لما كان جالس جنب إيس ولكن العائلة أمر مختلف بالرغم من إنه قال الكلمة الحلوة والخطاب والنص الجميل هذا إلا إنه تخاذل وكان مستعد يشوف إيس يموت قدامه وشاف إيس يموت قدامه وأكرر للمرة المليونية يا جماعة قارب من وجهة نظره هو يشوف إنه لوفي وإيس هم اللي اتخذوا هذه القرارات بنفسهم وتحملوها إيس تحمل خطأه ودفع الثمن غالي ومات للأسف ولوفي برضو ما زال مطارد من البحرية وعنده مشاكل كثيرة مع البحرية ولكن اللي قهرني يا جماعة إنه قارب قال هذه المقولة رهيبة جدا وما عمل فيها أبدا ما عمل فيها أبدا العائلة شي مختلف العائلة شي جميل طب ليه ما سويت شي وقتها بيجيك الجواب الحين يا وجيه وصبر بس الجواب يا جماعة وين جاء جاء في مشهد جلوس قارب جنب إيس لما كان على خشبة الإعدام أو على منصة الإعدام يا جماعة المشهد هذاك جميل 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 أتعب وأنا أقول جميل لو تم توظيف هذاك المشهد إخراجيا بطريقة أفضل أقسم بالله لكان نزل الدموع بشر كثير قارب راح وجلس جنب إيس حطي الدينه زي كده وجلس جنب إيس إيس قاعد يعدم على يساره في أي لحظة بيعدموه جلس جنبه جلس كده جلس ساكن أو غبنا في وجهه القهر في وجهه وكأنه قاعد يقول له إيس هذا حدي أكثر من كده ما أقدر متخاذل أي نعم بس هو قاعد يتكلم من شخصيته هي كده شخصيته هي كده الأيديولوجيا اللي يتبعها هو كده دماغه اللي غسلوا البحرية كأنه قاعد يقول له إيس أنا هذا حدي يا إيس أنا ربيتك وكبرتك وعطيتك إيش الخيارات اللي ممكن تسويها في حياتك وإنت اخترت هذا الطريق بنفسك والطريق هذا وصلك لمنصة الإعدام اللي أنا كنت أحذرك منها زمان وإذا في شي إيس أقدر أسويه الآن فهو إني أجلس جنبك وأكون بقربك في آخر لحظات حياتك يا الله يا الله يا هذا المشهد جميل ما أدركت جماله إلا بعد ما تابعت الحلقة مرة ثانية والله مشهد قاسي ومؤلم يوضح لك كمية الضغط النفسي والألم اللي تعرض له قارب ويوضح لك برضو قد إيش دماغه مغسول ومتمسك بمبادئ وواجباته تجاه البحرية أنا والله ما أخفيكم كنت متوقع أنه في أي لحظة قارب بيقلب كذا على البحرية ويخونهم ينقذ إيس بس لا والله طلع مخ ومغسول زي محمد أودين عدالة يا بوي عدالة إيش بنا وبشكل عام يا جماعة وعلشان نقفل الليلة أنا ما أقدر ألوم أي شخصية في هذا الأنمي ما أقدر ألوم أي شخصية تكوينها معقد وصعب وقاعدة تشوف العالم بشكل مختلف أو بالأحرى شخصية مخها مغسول ما أقدر ألومها أي شخصية مخها مغسول وكان قدامها خيارات من وجهة نظري صحيحة وهي شافتها غلط ما أقدر ألومها سواء قارب أو الأدميرالات أو أي شخص دون منصب كبير في البحرية أو في دول العالم أو في حكومة العالم طيب خلوني برضو أتكلم عن شخصية مهمة برضو من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من المتابعين واللي أعتقد أنه بعد رحيل اللحية البيضاء هذه الشخصية رح يكون لها شأن عظيم في العالم الجديد هو أول ردي شخصية لها شأن عظيم ومكان عالي في وون بيس واللي هي شخصية شانكس أو أحمر الشعر شانكس أولا يا جماعة من الشخصيات المثيرة للاهتمام جدا بالنسبة لي من أول ظهور له وأنا عندي فضول أتعرف عليها أكثر تصميم الشخصية جدا رهيب وكتابتها جدا جميلة شخصية شانكس كده أول مرة تشوفها تقول أوه هذه الشخصية مثيرة للاهتمام أو على أقل هذه وجهة نظري من إنقاذه للوفي وخسارة اليد وإلى استخدامه للهاكي أثناء دخوله إلى سفينة اللحية البيضاء ومنها إلى مقولة الشهيرة هذيك اللي قال فيها راهنت بها على العصر الجديد بعض المقولات في هذا الأنيمي ما تتنسي وانتهاءا بدخوله الأسطوري في المارين فورد وانتهاء الحرب اللي بقول لكم أنه شخصية شانكس شخصية مثيرة للاهتمام من أول ظهور لها وكل ما لها تثبت لي إنها شخصية فعلا مثيرة للاهتمام بالرغم من أن ظهورها جدا بسيط ولكن أنا أعتقد وبناء على الأشياء اللي شفتها في الأنيمي شانكس يا جماعة قد يكون أكثر شخصية عقلانية وتتسم بالحكمة وعدم التهور وهذه الصفات صعب تكون جدا موجودة في أكثر البشر علما وتعلما فما بالك عند قرصان على إنه تعريف كلمة قرصان في وان بيس هو تعريف مختلف عن القراصنة اللي نسمعهم في كتب التاريخ ونشوفهم في الأفلام عموما أعتقد يا جماعة برضو إنه شانكس أكثر شخصية شايف الصورة الكبيرة لعالم وان بيس وعارف الطريقة الصحيحة اللي تمشي فيها الأمور في هذا العالم ولعله مؤمن جدا إن موازين القوة لازم لازم تظل متماسكة قدر الإمكان وهذا الكلام فهمته من نظرةه البعيدة للمستقبل ليش راهن بيده؟ ليش قطع يده؟ خسر يده علشان لوفي الطفل لوفي هذا واحد من أكثر الأسئلة اللي جلست أفكر فيها وما زلت أفكر فيها إلى الآن ليش؟ من جد ليش؟ ليش شانكس يخسر يده لعيون لوفي؟ ليه؟ والإجابة الوحيدة والمنطقية اللي وصلت لها هي لأنه مؤمن جدا إنه راح يجي يوم وينتهي عصر اللحية البيضة لأنه مؤمن جدا إنه راح يجي يوم وينتهي عصر شانكس برضه لما انتهى عصر جولدي روجر رهانه على لوفي لما كان صغير لأنه مؤمن جدا إنه لوفي بطريقة ما هو شاف وارتقى في لوفي إنه هذا راح يكون خليفة أو قرصان أو ملك من ملوك البحار في عالم وين بيس مستقبلا وراح يكون لوفي في المستقبل جزء مهم جدا في حفظ توازن العالم مثل ما شانكس واللحية البيضة وغولدي روجر من قبله سووا أنا ما أنا عارف هالكلام إذا صح ولا لا وجلسها يطلقهم فيه مسوي فاهم يا وجيه ولكن للأمانة هذا أفضل تحليل قدر تطلع فيه الفيديو هذا والله لي أكثر من 48 ساعة وأنا جهزه وجلسة جمع الأفكار فيه فمدري هذا أفضل تحليل قدر تطلع فيه لأنه لو القراصنة هاموا في البحر بدون ملك إيش بيصير بتصير فوضى ولو البحرية سيطرت بشكل كامل على العالم مدري وش ممكن يصير ولو جبهة الثوار برضو سيطروا أو إنهم اختفوا من الوجود مدري وش بيصير فيه صراع فيه توازن لازم يظل موجود علشان الناس تعيش وفكرة توازن قوى العالم بشكل عام ترى انطرحت يعني في أحد حلقات الأنمي ويبدو إنه مسألة توازن قوى العالم مسألة جدا مهمة وضرورية في عالم وانبيس فلا الخير كله مفيد ولا الشر كله مفيد لازم العالم يكون مزيج من خير وشر علشان التوازن يكون كويس هذا يزيد صير مشاكل هذا يزيد صير مشاكل لازم إيش تكون الوصفة كذا موزونة صاح وبالفعل اتضحت اللي حكمت شانكس في النهاية لما قال للحية البيضة في أول لقاء بينهم في الأنمي قال له إنه مفروض إيس يرجع وما يلاحق اللحية السودة انتبهوا بتصير مشاكل وما نعرف إيش شانكس كان شايف كل شيء شانكس عنده القدرة للتنبؤ أو على أقل القدرة على محاولة التنبؤ بإيش ممكن يصير لو صار كذا وصار كذا وعارف إيش ممكن تكون نتائج عدم الالتسام بالحكمة والتهور اختلف معايا واتفق معايا براحتك ولكن شانكس شخصية رائعة وإن كان ظهورها بسيط وكل ظهور له دائما ما يثبت لي إنه عنده الكثير من الحكمة وقوة الشخصية وبعيد جدا كل البعد عن التهور وعنده نظرة جدا ثاقبة لعالم وان بيس ومستقبل عالم وان بيس التنبؤ قدر حاية وشغول خلاص اللي حصل اللي حصل حصل أعلنها لكم يا جماعة بالرغم من حزني وألمي الشديد إلا إنني ما زلت متفهم لكل التعاسة اللي اضطر أودة يكتبها في هذا الحدث النهاية وجيه لا ايس ولا شانكس ولا اللحية البيضة ولا اي نيلة منية لهم عماد هذا الانيمي الانيمي كله مكتوب لعيون لوفي فغالبا راح يكون فيه تضحيات غير ايس في المستقبل فيه شخصيات حتموت فيه ناس حينقهروا فيه ناس حتمكي عليهم عطها في بالك علشان بس تخفف على نفسك صدمات المستقبل واي حدث كان سعيد ولا تعيس فهو غالبا راح يصب في صالح لوفي ومستقبل لوفي ومثل ما يقول المثل يا جماعة الرصاصة اللي ما تقتلك يخليك اقوى فكان لابد فكان لابد لابد من وجود سبب يخلي لوفي يصير اقوى يخلي لوفي يتطور هو قاعد يصير اقوى اكيد هذا الموضوع مفروغ منه بس لابد من وجود سبب يخلي لوفي يصير اقوى ويتطور بشكل اسرع وانا متأكد انه لوفي بعد الحدث وبعد موت ايس راح يحرص انه يصير اقوى لا محالة ما فيها كلام لانه عارف انه اللي ينتظروا في الجانب الاخر من البحر ما هم ناس سهلين ابدا ما هم ناس فاتحين له احضان ومبتسمين لا ادميرالات ونواب ووحوش وقراصنة واشياء كثيرة وعلشان نكون منطقيين يا جماعة وبعيد كل البعد عن العاطفة لوفي قدام القوى العظمى في الانيمي الى لحظة المارين فورد ترى ما زال شخص مبتدى وعلشان يقدر ياكل عيش معاهم وعلشان يقدر يطحن معاهم لازم يطور لازم يصير اقوى وللأسف اعتقد انه اودا اختر ابشع طريق يطور فيها لوفي وراح قتل ايس اودا كفر اودا كفر 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 في هذا الارك كفر والله كفر لما قتل ايس ولما قتل اللحية البيضة اه اخ منك يا اودا بس اخ بالله كيف طاوع قلبك كيف طاوع قلبك تكتب مشهد قاسي ومؤلم زي كذا اقسم بالله لحظة موت اللحية البيضة ولحظة موت ايس مشهد درامي ولوحة فنية تفيض حزنا وتعاسة وفخرا والله ما اخليها تروح بس تعاسة وحزن وكمان فخر من كلمات ايس الوداعية والثقب الكبير في صدره والى صرخات لوفي المسكين اللي فمه انفتح قد كذا وهو يصرح واغمى عليه مسكين من الامبل داون هو يكد واخذ له حقنتين ادرينالين يو ساتر الله يسامحك يا اودا بس الله يسامحك ومن كلمات اللحية البيضة الوداعية وطريقة موته قاسي قاسي اقسم بالله اللي سواه اودا في هذا الارك كفر اللي سواه اودا في هذا الارك كفر 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 وكرر الفيلم الهندي اللي سويته لكم قبل شوية ترى هذا ينبع من قلبي وعاطفتي واللي عقلي جالس يقول ترى هي كذا الحياة يا وجيه هي كذا الحياة هذه هي الحياة في عالم ومبيس وفي العالم الحقيقي يعني تحصل التضحيات وتحصل المشاكل وتحصل الدراما التعيز والله يا جماعة اشوفوا اودا يعني اتوقع انا بديت اطبل لأودا صح بديت لازم اطبل لازم اطبل لازم اطبل والله لاني لو ما طبلت انا اعتبر منافق شايفين مو يقولون لك اللي يطبلون هم المنافقين لا او على اقل انا اذا ما طبلت لأودا انا بشوف انه نفاق او بشوف اني ظالم يا جماعة الخير والله العظيم القلم اودا هذا لو بيع في مزاد والله راح يفلس الشخص اللي قاعد يزايد عليه وراح يغمى عليه من ثقل هذا القلم سيبوا شطحات اودا الخبلة سيبوا الفان سيرفس سيبوا الهبالات اللي يسويها ما ادري وش تبغى بس حقيقي خلونا نتفي اودا لما يفتح الصفحة ويبدأ يكتب الاحداث الحقيقية اللي قاعدت صير في انيمي وان بيس يخليك توقف قدام الشاشة كذا كاتب عظيم كاتب عظيم يا جماعة طبلوله مثل ما تبغون اعزفوله واغنوا باسمه كمان واللي يلومكم الله يلومه انا الان فهمت انا الان فهمت زمان لما ما كنت اعرف شي اسمه وان بيس بس اعرف لوفي واعرف كذا اشياء بسيطة عنه كنت اقول ايش بومهم والبشر دول يطبلون اشغلوا امنا في حياتنا بس لا انا الان فهمت انا الان في صفكم ومتفهم لكل طبلة ولكل دربوكة ولكل شخص يغني ويصرخ باسم اودا وذراحتكم وذراحتكم مره وختاما يا جماعة الرحلة في وان بيس اللي امانة لها وجهين بالنسبة لي وجه لما تكون قاعدت تتابع قدام الشاشة وتتابع الحلقات وتنبسط معها وبناء على الاحداث اللي تشوفها في الانيمي وانت تتابع قدام الشاشة تخرج من فمك احكام وعبارات تقودها العاطفة طبعا لان العقل غالبا يتأخر في الحكم القلب هو اللي يحكم اولا او على قلب النسبة لي وفي وجه ثاني لما تقفل الحلقات وتروح تجلس كذا لحالك وتبدأ تفكر على الطول لما تبدأ تفكر في احداث وان بيس وتحللها الموضوع يتحول الى شي اكثر رومانسية حاجة اكثر وجدانية كذا حاجة تحس انها لطيفة مش كمصائب تصير جوة الانيمي علاقتك مع الانيمي تصير اكثر رومانسية تصير حاجة لطيفة وجميلة انا والله يا جماعة ما كنت متوقع ابدا اني راح اقول هذا الكلام بس فعلا وانا اسف انا اسف لكل شخص ممكن يشوف كلامي مزعج ومتحيز انا ما زلت اكن الاحترام والتقدير لكل الانيميات اللي تابعتها وكل الافلام والمسلسلات اللي شفتها في حياتي بس والله يا جماعة في حال انك ما تابعت وان بيس وكنت مرة فاضي انك تتابع الفيديو كله وان بيس شيء مختلف تماما 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 و اودا هذا انسان ماه طبيعي ابدا شكرا لكم العافية يا جماعة شوفكم في الفيديو القادم